موسيقى تؤكد مروحة الحراك الشعبي على إصرار غير مسبوق لدى البحرانيين في تغيير المعادلات السياسية والأمنية مهما كانت الوسائل بسيطة واليد عزلاء وفي اقتراب الذكرى السابع للثورة تتبين ملامح ذلك الإصرار حيث قمعت المرتزقة تظاهرات غاضبة في ستر بالغازات الخانقة وطالب المتظاهرون بمحاكمة المسؤولين عن قتل المواطنين وتقديم المعذبين لمحاكمات دولية عادلة إلا أن المرتزقة هرعت لإسكان المواطنين بالقمع لكن دون جدوى وكان لأهالي دمستان وقفة احتجاجية في وجه الخليفيين حيث اغلقوا أحد الشوارع وقطع مواطنون في النوادرات شارعا رئيسا قرب البلدة استعدادا للعصيان المدني الجزئي الذي بدعت له القوى الثورية في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري أما أهالي العكر فلم يثنيهم الرصاص الانشطاري عن التعبير عن رأيهم ورفع متظاهرون في بلدة كربابات صور الشهيد رضى الغسر ورفاقه ورددوا شعار الشعب يريد إسقاط النظام كما هتفت الجموع في بلدة أبو صيبع غرب العاصمة المنامة بشعار يسقط حمد فيما حمل متظاهرون في جزيرة سترة الملك الخليفي مسؤولية الجرائم في البحرين وطالبوا بمحاكمته وتحت عنوان ألو بأس شديد تظاهر مواطنون كبارا وصغارا في بلدة المرخ وهتفوا فيها بمجموعة من الشعارات والهتافات منها سحقا سحقا للعملاء وحذروا الملك الخليفي بالمساس بالشيخ عيسى قاسم وقالوا عيسى قاسم خط أحمر وتزينت جدران البلدات بصور الشهداء كبلدة بوري ودمستان تأهبا للذكرى السابع لثورة البحرين على الظلم الخليفي ولم تقتصل الفعاليات على الكبار بل عبر الأطفال في بلدة العكر عن رفضهم لحكم آل خليفة وهو ما يعتبر وعيا متقدما يجسده الصغار في صورة المسؤولة وقد خرج الأطفال وحاملين أعلام البحرين مرددين شعارات يسقط حمد وهيهاد من الذلة اشتركوا في القابة